اشتركوا في القناة رغم الفوز على منتخب غينيا منتخب اقوى كثيرا من المنتخب الاسيوبي لكن تأتي نتيجة ونتيجة كانت يعني ربنا سطر انها ما تكونش تلات اربعة يعني كان ممكن النهاردة تكون فيه نتيجة كبيرة جدا جدا ونتيجة كارثية اي نعم اتنين سفر نتيجة كارثية للمنتخب المصري امام المنتخب الاسيوبي ولكن خلينا نتكلم كل امانة كان ممكن جدا النتيجة دي تبقى اربعة وخمس اهداف بصراحة الواحد حزين مش حزين على النتيجة لكن انا دايما هنا في المحترف ودايما بكلمكم بكل امانة وبكل مصدقية ودايما قلبي مفتوح وبقول تاني الناس ما تزعلش مننا نتيجة النهاردة مش يعني مش نتيجة لمباراة مش نتيجة لأداء سيء من الكابتن اهاب جلال مش نتيجة سيئة لأداء اللاعبين لا هي نتاج للأسف نتاج للكرة المصرية عبر السنوات الماضية نتيجة ودايما بيكون ربنا كده بيدي انذارات ربنا دايما بيدي انذارات وبيقول لك اصحى انت مش ماشي على الطريق السليم انذارات كانت كتيرة جدا الفترة اللي فاتت العشر سنين اللي فاتوا رغم وصلنا كاس العالم 2018 لكن كان فيه دايما جرس انذار خلي بالكو الكرة المصرية مش في افضل حالتها الكرة المصرية مش على الطريق الصحيح ظهر دوت جاليا وعاليا فيه خلال الاشهر الماضية خروجنا من كاس العالم 2022 خسارتنا امام المنتخب السنغالي وخسارة الامم الافريقية عدم طبعا كمان هدخل للاندية عدم تأهل اوفوز النادي الاهلي والزمالك وبيراميز والمصري النهاردة كمان هزيمة تقيلة جدا جدا من المنتخب الاسيوبي للمنتخب المصري اكلمكم بكل امانة انا متخيل الوضع دلوقتي السوشيال ميدي هتبقى عاملة ازاي البرامج النقاط كل الكلام هيبقى على المنتخب المصري والنتيجة وحشة والاداء زفت واسف في اللفظ الاداء وحش جدا ولازم انتغيير ارجوكم ما نغرقش في ده تاني ارجوكم حان الوقت ان احنا لأي مسؤول عن الكورة المصرية لازم يكون فيه وقفة ولازم يكون فيه قعدة الناس اللي بتحب الكورة المسؤولين على الكورة المسؤولين عن الرياضة في مصر لازم كلنا نقعد على الترابيزة ونقول احنا فيه طريق الخطأ الكورة المصرية فيه خطر لازم نعترف بده يا جماعة لازم نعترف بده مش عايزين نجيب اللوم على لعيب او مدرب او 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 احنا لازم كمنظومة وبصوا للمنظومة كورة القدم في مصر خلال خلال الاربع خمس سنين اللي فاتوا هل نتاج هذه الاجواء وهذا الجو من الرياضة وخاصة كورة القدم حيفرز لك لاعبين وحيفرز لك منتخبات تقدر تقدي بشكل جيد وتوصل كاس عالم وتنافس واوا واوا بالتأكيد لا هل المسؤولين عن الكورة في مصر والرياضة في مصر شغلين بالهم بتطوير الكورة المصرية خلال الخمس سنين اللي فاتوا بالتأكيد لا هل عندنا مسابقات على مستوى جيد تفرز لعيبة دولية على مستوى جيد مقارنة بالمغرب وحتى منتخب السعودي وصل ست مرات لكاس العالم يعني مش عايزة جيب سريط اوروبا لان الفوارئ كبيرة جدا فانا متوقع زي ما بقول لحاضراتكم من دلوقتي هتلاقي السوشيال ميديا مولعة كابتن اهاب جلال يمشي كابتن اهاب يكمل كابتن ما احترامي لكل اسمها كابتن حسام حسن ييجي لو فضلنا دايرين في هذا الملف وهذه الحلقة هنفضل محلك سر يا جماعة لازم يكون فيه قعدة ولازم تكون فيه وقفة قوية جدا جدا من كل مسؤولي الرياضة في مصر عن ملف كورة القدم نقعد يا جماعة على الطربيزة ونحل مشاكلنا عندنا مشاكل كتير ما انت مش هتقدر تحل طول ما انت بتقول احنا ما عندناش مشاكل وإحنا زي الفل احنا مصر طبعا مصر قد الدنيا لكن قد الدنيا بالشغل بالتعب بالاجتهاد بانك لازم تحط قواعد ولوايح علشان تطور الكرة المصرية لازم نقعد مع بعض ونتكلم لازم يكون فيه وقفة جماهير مصر كلها حزينة اه حزينة بس مش عايزكم تزعلوا قوي لان زي ما بقول لحضراتكم هذا هو جرس انذار بس قوي شوية جرس انذار قوي جدا ان لازم يكون فيه وقفة مع الكرة المصرية بنتكلم على مستوى الاندية بنتكلم على مستوى المنتخبات الوطنية بدرجاتها بنتكلم على المدرب المصري بشكل كبير بنتكلم على المواهب المصرية هل ما عندناش مواهب هل هو دوت المواهب هل هو ده امكانيات اللاعب المصري اكيد عندنا افضل اللي بنشوفه من محمد صلاح وبنشوفه من نني وبنشوف وبنشوف لا عندنا ناس أفضل طب الناس ديت إزاي تتطور وإزاي تبقى موجودة في الصورة وإزاي 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 كل دوت لازم الناس تتكلم فيه وتتكلم فيه بإسلوب علمي وليس إسلوب حسب الأهواء أنا بتكلم دلوقتي بإسم يعني لصالح القرى المصرية لازم كل الناس تقعد اللي بتحب والمسؤولين يعودوا على الترابيز إحنا دلوقتي وقفين فين؟ إحنا وقفين عند الستج ألف طب عزين نطلع فوق 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 عندنا مشاكل عندنا مشاكل في 1 2 3 4 ونبدأ نحط حلول لهذه المشاكل إنت دلوقتي مشكلتنا مش أن أنت تماشي الكابتن إهاب جلال وإكس من المدربين ييجي مدرب أجنبي ولا مدرب مصري طب الكابتن حسام حييجي الكابتن حسام حسن قيمة كبيرة جدا جدا ولكن مش هو برضو ده الحل لو عايزين تاني نشوف الكرة المصرية مقارنة حتى الكرة المغربية أو الجزائرية أو على مستوى المنتخبات ونبدأ نبص للمنتخبات الأوروبية مش الكبيرة حتى على مستوى المنتخب السويسري الدنماركي المنتخب السويسي يعني لو تبص لهذه المنتخبات هم عارفين مشاكلهم فين وبدأ يحلوها من بدري إحنا بقلنا أكتر من عشر سن يا جماعة صدقوني والله العظيم لو كان فيه وقفة مع كل إخفاق وقفة حائية ونحاول نصلح من مشاكلنا ما كناش وصلنا لهذه الدرجة هذه الدرجة اللي بتكلم عليها إنك تتغلب بهذا الإسلوب وبهذا الشكل أمام منتخب أسيوبيا دي طبعا محدش كان يتوقح تاني مش عايزة لوم على اللعيبة مش عايزة لوم على الكابتين إيهاب جلال لكن بلوم دايما على إن إحنا ما بنحلش مشاكل القرى المصرية مشاكلنا لازم تتحل بداية من مش عايزة أقوله بكرر كلام بداية من تحت قطعات النشئين عشان تطلع لك العيب لازم تطور مدربينك المدربين في مصر قليلين مع احترامي ليهم لازم يكون عندك قاعدة كبيرة جدا من المدربين لازم يكون عندك بنية أساسية أفضل لقطعات النشئين لازم مسابقات قطعات النشئين والبراعم تكون على مستوى أفضل لفرز المواهب وليس لكذب البطولات لازم الدور المصري بشكله بالدرجة الممتاز ألف وابه واجيم كمان الدرجة التالتة احنا مش شايفين كل ده لازم تتحط بصورة أفضل بكتير جدا عشان هذا الدور يفرز لك لعيبة على مستوى دول كبير لازم المحترفين اللي تجيبهم يكون على كوالة عالية عشان يعليلك قيمة الدور المصري لازم يكون عندك رؤية وفيجن لمدة على الأقل من أربع لثمان سنوات وتمشي بخطة مستقبلية بداية زي ما بقول من تحت لغاية القمة لغاية الفري الأول بخطة مناسبة جدا لامكانياتنا في الخرى المصرية لازم يكون مصر عندها أكثر من خمستاشر عشرين خمسة وعشرين لعب محترف في الدوريات الأوروبية ما بتكلمش على الطوب لبل بتكلم على الدوري البلجيك الدوري الهولندي الدوري السويسري وانطلع الكلام ده سبقتنا الدول كتيرة غينيا عندها الكاميرون عندها غانا عندها نيجيريا عندها طب احنا فين من الناس دي يعني فين من الناس دي لازم يحط حاجات تشجع الأندية وحوافز تشجع الأندية إنها تطلع أولادها بره لازم الكلام ده ما يكونش هو بطولة الدوري هو الأمل الوحيد احنا ما بنقولش حاجة آه عندك لعبة محترفة تيجي آه لكن فين المواهب النهاردة كنت بتكلم قبل ما أخش الهوى بنتكلم على الأجيال اللي فاتت من لعبة كبار جدا جدا على مستوى يعني كلنا بديفتكر أجيال كابتن محمود الجواري ثم كابتن الجواري تاني 98 ثم كابتن حسن شحاتة بالإنجازات اللي اتعملت وأسماء اللعبة الموجودة نتاج أنا كنت بلعب منتخب مصر سنة 90 وكان فيه أكتر من 8-9 لعبة مستوى معادي جدا من أندية الأولومبي والمينيا والمحلة والإسماعيلي والاتحاد مش عايز أقول لك كمان أسماء كل ده كانوا نجوم كبار جدا هل هذه الأندية اللي بتكلم عليها دلوقتي بتطلع لعبة على مستوى عالي مستوى احترافي على مستوى دولي مع احترامي لأ لإني كمان عندها مشاكل كتيرة جدا على مستوى الفلوس على مستوى الرعاية وعلى 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 هل إحنا في السنوات اللي فاتت قدرنا نطلع غير محمد صلاح آه فيه نينيو فيه حجازي وفيه فيه بس تتكلم على خمس ست لعيبة مصر فيها مئة مليون مش قادرين نطلع خمسة وعشرين تلاتين محترف بره دي كمان مشكلة لازم تتحل عشان نكون عندك منتخب قوي هل إحنا مش قادرين نطور من مسابقات المسابقات الولاد الصغيرين سني تسع سنين وعشر سنين معلش أنا بتكلم تسع وعشر سنين عشان كمان في عشرين تلاتين هم دول هيكون منتخب مصر إحنا بنبص على ده ولا بنبص بس أصل خرج عمر السلية ونزل المهند لاشين أصل عمر مرموش بلعب يمين فهو حطه شمال طب مصطفى محمد ما رح طلوش كورة لو هنفضل ندور حوالين الكلام ده هنفضل مكاننا أنا بتكلم كلام من القلب علشان نصلح ده مش هتصلح من فوق هتصلح من تحت بتكلم للمستقبل بتكلم للمستقبل البعيد عندنا ستة وعشرين وعندنا كاس العالم تلاتين وعندنا أربعة وثلاتين يعني عندنا عندنا لسه حاجات جاية عندنا كاس أمم أفريقية جاية واللي بعديها واللي بعديها طب إحنا هنفضل دايرين في هذه الحلقة المغلقة هنفضل نشتم في بعض كتير على السوشيال ميديا هنفضل نهري ونعيد ونزيد في كلام ما بيعليش لكن بيوقتي فكل الكلام ده جماعة لازم يكون محطوط ولازم يكون وقفة زي ما بقول وقفة صارمة من كل مسؤولي كرة القدم وعودوا على التربيزة وحلوا مشاكل الكرة المصرية مشاكل الكرة المصرية مش في منتخبنا الأول مش في الكابتن إيهاب جلال مش في لعبتنا إلا مرهقة جدا جدا عندها بكلم على اللعيبة عمتا لعيبة النادي الأهل بصفة خاصة مشوار طويل جدا مسابقة غير منتظمة عندك كذا بتلاعب بتلحم المواسل ممدت تلات أربع سنين عندنا مشاكل كبيرة جدا أتمنى أننا الفترة اللي جاية ما يكونش الهاري والعجن في السوشيال ميديا على أننا نمشي مدرب أو نجيب مدرب أو اللعيب ده كان كويس أو وحش أو التغييرها دي كويسة أو التغييرها دي وحشة الكلام ده يعني كلام سطحي جدا ولا حيقدم ولا حيأخر أتمنى أن يكون في وقفة تاني بكرر قبل ما نقول لحضراتكم طبعا فقراتنا النهاردة في المحترف لازم وقفة نقف يعني نقعد مع بعض ونتكلم عندنا مشاكل واحد اتنين ثلاثة يتحط بلان يا جماعة خلال الأربع سنين اللي جايين احنا هنشتغل واحد اتنين ثلاثة أربعة واللي حيخر ببرة السياق مش موجود بصراح اللي حيخر ببرة السياق مش موجود يعني ما فيش بقى آه كل اهتماتنا بالقطعات الناشئين بالأندية مسابقة جيدة الدرجة الأولى المنتز ألف وبيه لازم يدار بشكل جيد لازم المنتخبات تبقى على مستوى عالي لازم أبص للوقت منتخب 2006 و2003 و2001 اهتمام بيهم على مستوى المباريات بتاعاتهم يا جماعة حتى على مستوى المنتخب الأولمبي لسه الأسبوع اللي فات كان المنتخب الأولمبي الجزائري بيلعب في بطولة ودية في فرنسا فلازم وبيعدوا نفسهم فإحنا لغاية دلوقتي لازم يكون عندنا يعني مدرب أو مدير فني للمنتخب الأولمبي عشان يبدأ يشتغل لازم نحل مشاكلنا من المبادري ولازم نبص الأدام بص عام لثمان سنين قدام واطلع كلم الناس بكل أمانة إحنا خلال الثمان سنين دول هو ده شغلنا هتلاقي الناس تفهم مش هتلاقي الناس تتخض لما مرة تتغلب ومرة تكسب ومرة تتغلب ومرة تكسب فالموضوع دوت مهم جدا جدا كلنا زعلانين تاني بكرر يا رب يكون زعلنا دوت طاقة إيجابية للإصلاح زعلنا يتحول لطاقة إيجابية للإصلاح وليس للهدم مرة تانية لأن لو هتعمل كده وغضبك هيطلع أنك تكسر وتهدي المعبد ده خلاص ما بقاش في حاجة في المعبد أصلا يا ما فيش خلاص كلها بقت عمدان وقفة على فراغ فهتهدي فيه إيه فأنت لازم تبدأ بالإصلاح غضبنا على السوشيال ميديا بالإصلاح اتجاهنا للإصلاح المسؤولين للإصلاح ونبدأ نشتغل بأمانة لأن أنا شايف وأنا عشت برة 15 سنة مش هكرر الناس بتشتغل علشان كده يعني بتعمل قاعدة كبيرة جدا وإحنا عندنا قدرات مصر عندها قدرات إنها تشتغل بشكل أفضل كتير جدا لملف الكرة المصرية معلش طولت عليكم لكن ده كان مهم جدا جدا لأن زي ما بقول لحضراتكم كلنا قاضي علنين لكن تاني قبل ما أطلع فاصل أرجوكم أرجوكم حولوا الغضب الكبير إلى طاقة للإصلاح فاصل ونرجع مع حضراتكم أهلا وسهلا مرة تانية بحضراتكم النهاردة في حلقتنا عندنا حاجات كتير جدا بصراحة نتكلم فيها هنتكلم أكيد على الكرة العالمية من خلال دوري الأمم الأوروبية والمباريات القوية جدا اللي طبعا يعني نستمتع بيها وفيها بعض المفاجآت وفيها بعض الكواليس هنتعرف عليها هنا في المحترف كمان على مستوى الانتقالات طبعا المركات والصيفي المشتعل في أوروبا خاصة بنتكلم على نجمينة الكبير محمد صلاح في بعض الناس وبعض التويتات وبعض الأخبار إن طبعا ما أطلقوا محمد صلاح من تصرحات بشأن وجوده ببرشلونة العام القادم سبب له بعض المشاكل هنتبعها مع حضراتكم وبجانب بعض انتقالات في سوق الأوروبي خلال الصيف القادم خلونا كمان قبل ما نخش على الصحفة والعالمية بتتكلم في إيه عندنا بعض الأخبار السريعة منها تعيين جاتوزو طبعا جاتوزو لاعب الإيطالي ولاعب الميلان السابق ولاعب نابولي هيصبح مدربا أو مديرا فنيا جديدا لفريق فالنسيا الأسباني لمدة عامين طبعا كاتوزو طبعا البالغ من العمر 44 سنة كان طبعا يعني منذ مايه 2021 ما كانش عنده يعني شغل لما غادر نابولي وفاز طبعا مع نابولي بكاس إيطاليا السنة اللي فاتت تم تعيين طبعا لعب خط الوسط الإيطالي السابق كاتوزو اللي قضى 13 سنة يعني حافلا بالكؤوس كلاعب في الميلان ومدربا لفريق فورونتينا العام الماضي لكنه انفصل عن فورونتينا قبل موعد انطلاق الموسم بسبب الخلاف حول الانتقالات خسي طبعا ده يعني المدرب السابق لفالنسيا وقيله من تدريب فالنسيا من طبعا سوء النتائج في الدوري الأسباني الموسم الماضي ويحتل المركز التاسع في الدوري الأسباني ظهرت بعد التقارير في وسائل الإعلام الأسبانية عن اعتراض بعض جماهير فالنسيا على تعيين طبعا كاتوزو المدرب الإيطالي بسبب تصريحات متحيزة يعني أدل بيها في الماضي لكن كاتوزو طبعا عنده دلوقتي مشوار وتحدي جديد على مستوى الدوري الأسباني هو طبعا بعد اعتزاله قرة القدم بسبب مشاكل في اللقب يعني عاد طبعا كاتوزو للمجال التدريبي بعد غيابه السنة الماضية هنروح لأجويره أجويره طبعا بعد ما اعتزل الكرة بسبب مشاكل في القلب عاد ثاني أجويره إلى أرض الملعب ولكن من خلال يعني يوم الثلاثة اللي فات كان فيه زي مباراة مباراة خماسة كده وقيمت في ميامي وطبعا ريفرد بيلت ده طبعا يعني اشترك في مباراة مباراة يعني مهرجان كده اشترك فيها أجويره ولعب لمدة ساعة وعن رغم طبعا من تسجيل بعض الأهداف والمساعدة طبعا فريقه ما كانش قادر طبعا على جمهير ريفرد وكانت المباراة خكسة 17-15 يعني زي ما حضراتكم شايفين في الصورة هي مباراة خماسة ما بين نجوم معتزلين أجويره طبعا حضراتكم عارفين أنه يعني من أعظم مهاجم العالم في جيل كبير جدا اعتزل بعد طبعا خضوع الاختبارات بعد خروجه من الملعب يعني وكان ماسك سدرو كان في مباراة باشلونة ضد ألافيس في الدوري الأسباني في 30 أكتوبر السنة قبل الماضية وأعلن يمكن أجويره ابتعاده واعتزاله الملاعب ولكن راجع زي ما حضراتكم شايفين في مباراة يعني مباراة كده حبية ودية وبيرجع تاني وطبعا عشقه لكرة القدم يعني لا ينتهي وأجويره من أفضل مهاجمي العالم على مر تاريخ المنتخب الأرجنتين طيب خلينا نروح لأن بعض التقارير الصحفية في الساعات اللي فاتت إن جزء كبير من جماهير الليفر بول الإنجليزي بدأت تقلب على أو بلغة الكرة كده بتقلب على محمد صلاح وكمان بتطالب بسرعة رحيل وعن الفريق هدركوا عارفين بعد الأنباء الأخيرة حول دخول طبعا يعني محمد صلاح قال وعد برشرونا بالانضمام لها مع نهاية الموسم القادم جريد الميرول الإنجليزية طبعا نشر التقارير وكشف فيه إن محمد صلاح منح وعد لي نادي برشرونا الأسباني بالانتقال إليه مع انتهاء عقده مع ليبر بول الموقع قال إن فيه موقع اسمه ليبر بول إيكو ده مهتم جدا بأخبار نادي ليبر بول قال إن جماهير الأنفلد ما تقبلتش الفكرة دي فكرة أولا محمد رحيل مع نهاية الموسم وإن وجود اتفاق أورادي ما بينه وبين برشرونا ده غير مقبول وطالبت إدارة النادي بعرضه للبيع من أجل الاستفادة من عقد بيعه دلوقتي يعني هم بيقولوا إن محمد صلاح خلاص هو متفق مع برشرونا السنة اللي جاي إنه هينضمله ببلاش النادي ليبر بول مش هياخد فلوس وبالتالي بعض الجماهير خلاص قالت خلاص من الأفضل تبيع محمد صلاح دلوقتي على الأهل اللي تأخذ منه فلوس أو تكسب فلوس لصالح ليبر بول وكان فيه بعض الردى يعني بعض الناس قالت يعني عندهم هو محمد صلاح خسر يعني شعوره بالولاء وفيه واحد تاني قال إن محمد صلاح انهار بعد ديسمبر أتمنى أن تنجح إدارة ليبر بول في بيعه هذا الصيف واحد تالي تكاتب برضو إن إذا كان محمد صلاح قرر المغادرة بالفعل إلى برشلونة فإنه لا ينتمي إلينا الآن ويجب رحيله في هذا الموسم واحد رابع كمان كتب إن بيع محمد صلاح أو بيع ليبر بول لمحمد صلاح يواجه خطر التخلي عنه مجاناً في الصيف المقبل وطالب إدارة ليبر بول بالتخلي عن محمد صلاح في هذا الموسم زي ما بقول لحضراتكم ما زال محمد صلاح ما بين وجوده في ليبر بول والانتقال العام الماضي إلى برشلونة ولكن في بعض الانتقادات على تصريحه إنه اتفق قريدي مع برشلونة على العام القادم ووجوده في أسباني فاصل السريع وبعد الفاصل نستقبل أحمد مجدي النقد الرياضي عشان نكمل حوارنا وفقراتنا في المحترف أهلا بحضراتكم مرة تانية في أول فقراتنا في المحترف معانا واحد أنا على المستوى الشخصي بكون سعيد جدا إنه يكون موجود معايا في المحترف لأنه عنده ثقافة كبيرة جدا وعنده اتزان وعنده رؤية وعنده فيجن وعنده نقد بناء وعنده كل حاجة مميزة تسمحولي أرحب طبعا بنقدنا الرياضي أحمد مجدي مساء الخير عليك يا حب مساء الخير يا كابتن وشكرا على الكلام الجميل ده ربنا يخليك يا كابتن أنا بكون سعيد جدا طول ما أنا مع حضرتك وحضرتك بتدينا الفرصة دايما إنه نقول الكلام اللي يناسب الشاشة بتاعة الخناة الأهلي بعمقها وبالمطلوب فعلا لدى الجمهور دايما بتنورنا يا أبو أحمد وسعيد إنك موجود معايا لكن طبعا مستعيد زي كل مصري بيحب بلده وبيحب كورت القدم بشكل خاص من اللي شفنا النهاردة من الساعة 6 للساعة 8 كانت مباراة منتخب مصر أمام المنتخب الأسيوبي وهذه ما 2-0 أنا يعني بشاطر حضرتك وبشاطر كل الناس المتابعة لكورة القدمة المصرية الحزن طبعا ولكن يعني ربضرات النفاع زي ما بيقولوا المفروض إنه نبص للحاجة دلوقتي اللي تعيد شكل الكرة المصرية بالشكل الطبيعي أو الشكل الملائم للكرة المصرية والنقماتش النهاردة هو جزء من 12 سنة أثبتت فيهم الكرة المصرية من بعد 2010 على وجه التحديد إنه إحنا في أمس الحاجة لمشروع رياضي متكامل يقوم عليه مدرب خبير مصري أو أجنبي مش دي الخناء اللي المفروض نتخانيها زي ما بيحصل كل تعيين يا كابتن للمدير الفني ولكن اللي المطلوب فعلا إنه إحنا نناقشه هو إنه إزاي نماهد لمدرب منتخب مصر أي كان اختياره كل شيء قبل ما نخضعه للتقييم اللي هو يستحقه يعني يعني عطفا على ماتش النهاردة يا كابتن ماتش النهاردة الأداءنا في منتهى السوق أي حد هتنصل من الحقيقة دي إنه إحنا فعلا كان مفاجأة بالنسبة لك يا حمد هذا الأداء وهذه النتيجة يعني كان بالنسبة لك مفاجأة خلينا نتكلم طبعا المفاجأة في النتيجة 2-0 وكمان أنا بقول لي إنه كان ممكن تبقى 4-5 لكن على مستوى الأداء كلنا أنا كنت متوقع أن يكون أداء أفضل كثيرا جدا من أداءنا قدام المنتخب غينيا هل كان مفاجأة بالنسبة لك الأداء التشكيل للشكل الفني اللي بدأ به إيهاب جلال لا أنا ما كنتش متفاجئ أبدا من الأداء لأننا ما قدمناش طول سنين طويلة أداء أفضل من ده غير في مرشاط يعني تكاد تعد على أصابع اليد الواحدة زي ما بيقولوا ما فيش سيستم أداء لمنتخب مصر طيلة سنوات طويلة وما فيش آلية لأنه مدرب يبتدي فعلا يغير فيه لمسات اللعب المصري ويستغل كواليتي يعني أنا مش من أنصار الناس اللي بتقول أنه الكواليتي بتاع الجيل الحالي جيل سيء على الإطلاق يعني أنا شايف أنه عندنا دلوقتي فرصة كبيرة جدا نستغل يعني توهج كثير من المحترفين اللي لقوا فرصة كويسة في دوريات أوروبية محترمة يستحيل مثلا على سبيل المثال أنت تضع عمر مرموش الحالي على سطر واحد مع عمر مرموش بتاع الشتوتجرد يبقى ده سؤال ده سؤال مطالبين بحله يستحيل أننا لما محمد النيني بيكون موجود في الملعب في معظم أوقات المنتخب المصري يكون جزء من اللي أرتيتة بيعرف يستغلوا أو اللي استغلوا مثلا في نهاية الموسم الحالي في البريمير ليجا كابتن فده بيطرح سؤال الإجابة بتاعت السؤال ده هي المفروض تكون في إطار بناء مشروع كامل يخص مدرب الحالي اللي هو كابتن إهاب جلال أو يخص مدرب لاحق مش ده أهم سؤال أهم سؤال كيف تطوع الكرة المصرية بشكل عام أنها تنتج لك منتخب متماسك لسيستم لعب لطريقة أداء لشكل هل إحنا نقدر نطلع من كل 12 سنة اللي فاتوا بمنتخب واضح المعالم لشكل أنا فوجة نظر لا وما بقلقيش باللوم على أي مدرب جي في الوقت ده أنا بلقي باللوم على أنه ما فيش مشروع حقيقي للكرة المصرية تبنته اللهم إلا فترتين فترة هكتور كوبر أي أن كانت مؤخذتنا على أداءه بس ده واحد خد فرصته أربع أو خمس سنين خد فرصته ثلاث سنين من 2015 إلى 2018 كنا منتقدين الأداء ولكن بدأ بدأنا نقول إيه إحنا أداءنا صفة نقطة دفاعية فاتضح أن منتخب مصر يلعبوية دفاعية فبتنزل لمنتخب أرجوي بتكون زعلان في كاس العالم إنه خسران واحد صفر من الأرجوي في الدهة 90 وبتبتدي تنتقد كوبر أنك بتتحفظ في الأداء كتير زي كارلوس كيروش بنتحفظ أنه هو بيلعب بشكل مثلا دفاعي معظم أوقات المتش ولكن كان فيه فرق واضح في فترة كيروش أنه فيه استغلال جيد للجودات في تلت الملعب الأوسط وتلت الملعب الأخير وإن كان فيه مشكلة في اللمسة الأخيرة كان مفروض يعالجها بس ما خدش الوقت كيروش ما خدش الوقت يعني أنت شايفي الوقت دايما أخذ من كلامك الوقت 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 كل مدارب جاي الأجل مسمى هي القصة من المدارب يعرف أنه ليه أجل مسمى يعني مثلا فترة خفير أجيري على سبيل المثال الجهاز الفني بالكامل كان مبني مشروع لشيء معين أربع سنين أنا كنت موجود جزء من هذا الجهاز وكان المشروع أربع سنين وفجأة اللي هو إعداد لكاس العالم 2022 بيحس يبقى فيه منتخب مصر ده اللي أعلن حتى الوسائل الإعلامية فيه منتخب مصري شاب موجود في كاس العالم قطر 2022 ولكن لما حصلت أن مصر استضافت 2019 هل من الطبيعي أنت تقرن مصير أجيري بالفترة دي ده دي النقطة المحورية إنه دايما المدرب بيبقى عارف أن شغله متوقف على شيء معين وده مش طبيعي واللي عايز أقوله أن الكورة المصرية مش في حاجة لأنها تضغط نفسها أن الفارق بيننا وبين أقرب المنافسين في البطولات ما هوش قليل يعني إحنا متحررين من قصة أن إحنا سبع بطولات مثلا في أفريقيا وأقرب منافس لنا خمسة على مستوى الأندية إحنا بعيد جدا فإحنا محتاجين يعني تأسيس مرحلي بجد أنا بشوف أن في مواهب مثلا تستحق أنها كانت تاخد فرصة أكتر في الكورة المصرية في الفترة الحالية منها أحمد عبدالقادر منها إبراهيم عادل منها أمام عشور من بدري كل ده من بدري بالضبط من بدري لما يبقى عنده دلوقتي أحمد عبدالقادر على سبيل المثال مش عشان لعب في النادل أهلي على سبيل المثال 22-23 سنة ومالوش ولا ماتش دولي مالوش مشاركة دولية واحدة موهبة بالحجم ده لا كان ممكن ناخد فرصة في الوقت ده كان ممكن زي ما بتشوف في كل دول العالم أنه المدرب بتاع المنتخب الوطني بيتدخل في بعض الأحيان في اختيارات اللاعيبين في المركاتو علشان يخدم استراتيجيته للمنتخب ما بيجبرش اللاعيب على حاجة ولكن احنا شايفين انفصال تام وشايفين أنه دايما الجهاز الفن المنتخب مصر هو الحلقة الأضعف والحلقة اللي بيولقى عليها اللوم دايما وأنا لو في ماتش النهاردة يا كابتن بنتكلم فنيا أنا مش هتنصر من حقيقة أنه احنا كنا في منتقى السوق بس أنا مش هكون متفاجئ أنه احنا في منتقى السوق ومش هكون متفاجئ أنه احنا بننزل للمستوى ده في أفريقيا لأنه ده الطبيعي ده اللي بيحصل لما بتاخدش شيء وديات بالشكل المثالي لما بتعملش معسكرات كافية لما ما بتجمعش اللاعب لما يبقاش فيه سيستيم لعب لما يبقى كل الناس في مصر مش عارفة تقعوا حط إي ده على تشكيل واحد على مدار 6-7 سنين مع أن الجيل ده طالع مع بعضي يعني الجيل 92-93-94 الجيل ده طالع كله مع بعضه أي منتخب ماشي بمشروع في العالم يعني لو جينا نتكلم على قوام أساس المنتخب الأرجنتين مش هتقدر تقول ما فيهوش ميسي وديماري على سبيل المثال تعا عارف أن قبل هم كان فيه مزكران وهيعتزل بالطعم ب3-4 لعيبة دايما بيختلف هو ده فكرة المشروع كافية وده اللي بيضمن لك أنه حتى وانت بالطعم فريقك بعناصر معينة لا فيه سيستيم ماشي للفريق ده على مستوى أنت كلمت على مستوى الأرجنتين لو خدت خط على مستوى ألمانيا كذلك لأن عمر المنتقب الألماني حتى في الوقت اللي بدأ فيه يتكلموا عن معدل أعمار بدأ كبير نزل بمستوى الأعمار وعمل فرقتين منهم فرقة الفريق الثاني اللي راح كاس القرات ده التالت ده التالت كمان غير بطل أوروبا تحت 21 وعندهم منتخب كاس عالم 2018 المنتخب الأسباني كذلك وعايز أخذ من دوت لحاجة مشابهة جدا نحن نتكلم على الكرة الإيطالية بعد الفوز بالييرو 2020 الخروج المذل من كاس العالم عن طريق مكدونيا عملت إيطاليا منشيني داخل بمشروع استمر عنده لعب مباراتين المباراة الأولى غير تقريبا الشكل تماما وبدأ يزوء عناصر جديدة عندها 18 و 19 سنة مع الاحتفاظ ببعض اللعيبة الكبار وبالتالي خلاص هو واضح من الخطة الإيطالية دلوقتي إنه هو بيعتمد على لعيبة صغيرة بيديها مباراة مباراة يعني لعب بـ 11 لعيب مغير تماما عن المباراة أمام الأرجنتين في النهائي ونحن المجر لعب أمام ألمانيا وتعادل واحد واحد جيء أمام المجر دخل اللعيبة الكبار تاني وقدر يكسب مباراة المجر وبالتالي بدأ في ملامح للخطة الإيطالية اللي ماشية في سكة وما أدراك ما إيطاليا أنه تخرج للمرة التانية على التوالي من كاس العالم وبالتالي محتاجين اللي أنت بتقول عليه ده متفق معك طبعا يا كابتن ولو بس بنلقي باللوم على التناول الإعلامي اللي حاصل فإيطاليا من أكتر دول العالم تصديرا للضغوط على مستوى الجرائد وكده صحيح وده حصل مع منشيني بالذات بعد الخروج من مكدونيا الشمالية كان مادة لاتهاجكم لأسبوع وأسبوعين في الجرائد الإيطالية ولكن القرار الرسمي كان استمراره بيرتو منشيني اللي ماينفعش من أن يكون من شهرين متوجك بطلا لأوروبا بعد وقت طويل إيطاليا ما بتتوجش باللقب وفي الآخر تنفي كل مشروعه وببسط تلاقي بيجي دور الأهم الأوروبية بيحمل بعض التعويض في بدايته الإيطالية حتى لو راحت بس للمربع الزهبي هتبقى أنت متطمن كإيطاليا على متخل بنيت خرقة جديدة هو عنده الأرياحية مثلا أنه يستدعي وليام جنوتو من زيوريخ في سويسرا وهو مالوش ولا ماتش دولي ومالوش أي تجربة في نادي إيطاليا على الصعيد الاحترافي وهو عنده الأرياحية دي وبيفاجئ الدنيا كلها أنه هو بيعمل أسست في ماتش المجر أسست في ماتش ألمانيا وبيغير الماتش بمجرد نزوله عنده كم سنة بعمل عنده 19 سنة ومالوش سابق خلف يعني الملفت أن مالوش نادي في إيطاليا هو كان من ناشئين بس إنتر ميلان وراح زيوريخ في سويسرا هو تابعه هناك حتى أرقامه في زيوريخ مش الأرقام يعني جاب تسع أدف تسعة وخمسين ماتش وبيلعب يعني يعصاني على لعب يجناح وأحيانا بيعتمد على كاستريكر بس هو بس أصير شوية في القامة ولكن لاعب واعد ده دي رؤية مدرب أنا بحاول أقارنها برؤية مثلا كارلوس كروش في الععيب زي حسين فيصل أو مش من المؤيدين جدا لكارلوس كروش في معظم بس كان فيه بوادر شيء بيحصل لما كانت لما بدأنا نشوف أنه اللاعب المصري بيستطيع مجرات اللاعب السنغالي اللي بيلعب في بارري ميونيخ وبيلعب في ليفر بول وبيلعب هنا وبيلعب هنا وبيعرف يلعب عليه 120 دقيقة بدني وبيعرف يقف على رجليه وأساسيات الكورة مظبوطة وكلها سليم وقرارات اللاعيبة كانت بدرجة كبيرة مظبوطة وسليمة يبقى ده لمسة مدرب اللاعب كواليتي اللاعب المصري كواليتي أنا بأسر أننا جودة اللاعب المصري حتى الآن من أفضل الجودات في إفريقيا وإن كنا أنا بشوف أننا نزلنا شوية نزلنا شوية في الليفل من حيث الجودات يعني فيه ستة أو سبع منتخبات تفردهم كده على الورق ما يبقاش فيه لعيب من عندنا في نفس الكواليتي غير محمد صلاح أو يعني يبقى في نفس الليفل في الكواليتي يعني هو يكون يتفوق عنهم لأنه من أفضل لقات العالم بس أصد بيلعبه في الجريد اللي بيلعب فيه صلاح أو في الليفل اللي بيلعب فيه صلاح هي دي النقطة اللي لازم ناخد بالنا من اللازم مدرب يعني يتلافى عيوب الكرة المصرية اللي هي زي أي كرة في الدنيا ليه عيوب في عيوب في كل كرة يعني منتخب الجزائر لما كانت القصة بس مجرد روح وشوحنة معنوية ما حصلش شيء ما يخدوش بطولات إلا لما جي جمال بالماضي بدأ يجمع شكله واضح أنا عايز محترف شكله كذا بيلعب برجل الشمال بدأ يتابع راد محرز من الفاتر السنية الأدنى دلوقتي بيطلع أدم والناس بيلعب بنفس طريق محرز وبيلعب برجل الشمال وبيعول على أنه هيكون بديل محرز من بدري لما أخفق في كاس أمم أفريقيا ما شالوش جمال بالماضي لما أخفق في التأهل لكاس العالم ما شالوش جمال بالماضي هي دي سمات المشروع إحنا من فترة طويلة ما كانش عندنا مدرب لمشروع فترة كابتن حسن شحاتة وإن كنت أرى أنها حصلت ارتجالا برضو يعني ارتجالا لأنه ده هو كان مدرب منتخب الشباب اللي خاط كاس العالم 2005 والزبط كان جاي بس جديد لما شافوا الأداء في تصفات كاس العالم وبدأنا نجاريكو الدفورون جاريك كاميرون والجيل فعلا بدأ يتطوع تحت إيد كابتن حسن شحاتة بقى مدرب دائم ولكن كانت العملية ارتجالية بحتة في وقت طويل وده اللي احنا في أمس الحاجة اللي احنا في حاجة لمشروع يقوده إهاب جلال يقوده حد غير كابتن إهاب جلال يعني دي مش أنا نقدر نتكلم لو فردنا الورق كده وقلنا إيه اللي حصل النهاردة في الماتش هنقول إن الكابتن إجالي أخطأ في كذا قبل ما أطلع فاصل يا أحمد عايز أقولك إيه اللي حصل النهاردة في الماتش بقى نتكلم شوية فني أنت شايف إيه يعني العيب الكبير أو ماتش كله عيوب لكن أنت من وجهة نظر سبب الهزيمة النهاردة يعني على مستوى الملعب على مستوى الملعب في مشكلة لهاقة بدنية واضحة بشكل ملفت بشكل ملفت لما تروح لليفل أثيوبيا إنه أقوى منك بدنيا في كل السنائيات وبيخب منك كل الكورة التانية وقادر يتفوق عليك أنا ما قدرش أقول الملعب بشكله إيه ده لليفل تاني خالص الكورة لليفل أقل مننا في مراحل حتى مستوى التنفسية بينهم ومن بعض في الدولات قليل جدا جدا لأنه عندهم تسع لعيبة من سان جورج بس من فريق في الدولة الأثيوبي وأفضل محترف عندهم بيكلي بلعب عندنا في الجنة دوري درجة تانية ومحترف تاني في الجزائر فقط لغير إحنا منتكلمش على لليفل عالي في الكورة منتكلمش على دولة ذات باع يعني شايف العامل البدني هو كان العامل الأطبع تبعد الخطوط يا كابتن ملفت ملفت برضو وده مقدرش أستسني فيه رؤية كابتن هامجال لازم في الوقت ده طبعا لا موضوع أننا فيه العيب بيبقى ريشة بمثلا بيرحل بنخط وخط مثلا ده بتاعت مدرب مش محتاجة تحضير كتير هو كان بيحاول يخلي إمام عشور يعملوا الدور دوت النهار ده وكان ده واضح ولكن انت مش محتاجين يعني في لفل الكورة البعيد عنك ده فيه أفكار بسيطة بتخلي الخطوط متقربة خط الدفاع متأخر أول وراء وعندهم كذا العيب سريع ما تسيبوش ياخدوا الكورة وراء وراء ماما عشور أو وراء خط النص ما تعتمدش على عمر السلية المجهد في مساحات واسعة كتيرة غصب عنهم يعني هو أنت من وجهة نظرك طبعا واضح جدا الفوارق البدانية بالرغم خلي بالك الحمد لله احنا ما لعبناش في أسيوبيا لو كنا نلعبنا في أسيوبيا كانت الدنيا حيما أصعب كتير تقرب الخطوط ما كانش موجود بنلعب في مساحات واسعة سرعات كويسة جدا ويخلي بالك كمان الثقة اللي جات للمنتخب الأسيوبي بعد إحرازه الهدف الأول والتاني وبالتالي خلاص هو حس لا نفسه قادر عليه ويضيع إجوان ويروح إجوان أوف سايت وكرة في العرضة فكل دي عوامل للأسف يعني أدت له هزيمة طقيلة جدا للمنتخب المصري هنروح لفاصل سريع ونرجع مع نقودنا المتميز أحمد مجدي نضحك تاني كل من الشعب المصري بيتحك وفرحان دلوقتي رغم الحزن من الهزيمة أمام أسيوبيا لكن دايما الفرحة الكبيرة محمد صلاح محمد صلاح منذ دقايق طوجه بأفضل لاعب في البريمير ليج لهذا الموسم بعد صراع كبير مع ستة من نجوم البريمير ليج محمد صلاح بيكتب تاريخ جديد تاريخ وأرقام أكتر من رائعة ويبقى دائما محمد صلاح هو البسمة دلوقتي للكورة المصرية للمرة التانية محمد بيفوز بالجائزة الأقصر قيمة ولسه كنت بتكلم مع نقودنا أحمد مجدي بيقول لي الجائزة دي على مستوى اللاعبين على مستوى المدربين على المستوى النقاط تخيل هذه الجائزة هي الأصعب حصولك على هذه الجائزة هي الأصعب في البريمير ليج بيفوز بيها محمد صلاح للمرة التانية في خلال وجوده مع ليفر بول مبروك لمحمد صلاح دايما يا رب رافع رأسنا وموفق دايما في يعني رفع اسم مصر عاليا ودايما دايما إن شاء الله إلى الأمام رأيك في الخبر للسعيد كلنا كنا طبعا جوه دوامد منتخب مصر لكن يأتي خبر سعيد إن محمد صلاح بيفوز للمرة التانية في تاريخه مع ليفر بول بجائزة أفضل لعب في البريميري يعني هو شيء كان متوقع وأي حاجة عكس كده قياسا للموسم الهاي اللي قدمه محمد صلاح في الدور الإنجليزي وتتويجه بلاقها بالهداف للمرة التالتة وتتويجه بجائزة ربطة اللاعبين للمرة التانية وتتويجه السنة دي بجائزة الالتحاد الإنجليزي للمرة التانية محمد صلاح بقى من اللاعبين القلائل اللي بيستحوزوا على جميع الألقاب الفردية جوة الدور الإنجليزي ومن اللاعب القلائل اللي حقاية ده في موسم واحد يعني لما بفتكي ركابة الموسم 2017-2018 والناس بدأت تقول في إنجلترا إن ده العجوبة العام الواحد اللي يجيب أكتر من 42 جون يقفل الموسم على حوال 44 جون في كل البطولات يأخذ كل الألقاب الفردية يأخذ هداف الدور الإنجليزي بفرق كبير عن أقرب المنافسين وبقى يقول إن فات خمس سنين ومحمد صلاح للسا بيع من نفس الشيء ده شيء تحدي يعني غير مسبوك وبيسلط الضوء فعلا على الشخصية اللي بيتمتع بها صلاح والطريقة اللي بيشتغل بها على نفسه والطريقة اللي بيشتغل بها على عقليته هي دي النقط اللي فرقت فعلا محمد صلاح عن مواهب كتيرة جدا ظهرت في تاريخ مصر واحترفت وكتبت تاريخ بره كمان ولكن محمد صلاح عشان كده هو إحنا بنتكلم عن أفضل لعب مصري في التاريخ بفرق كبير برضو عن أقرب منافسين حتى لو كانت فرق الجودة أو الموهبة مش هو الأفضل بشكل قاطع أو بشكل حاسم كلنا عارفين أنه فيه مواهب كتيرة جات في الكرة المصرية بس بنقول لو خدت فرصة صلاح لا لو اشتغلت شغل صلاح لو اشتغلت شغل صلاح كانت المواهب بيروحة في مكان كبير جدا عقلية صلاح وزي ما بتكلم دايما ودايما بنتكلم أن محمد صلاح اختلف كتير جدا جدا وبدأ يحط أساس اللاعب المحترف الحقيقي مش داخل الملعب بس خارج الملعب عقلية مختلفة تعامل مختلف سواء مع اللاعبين مدربين إعلام يعني طموح مختلف بدأنا دلوقتي بنتكلم ويمكن زي ما أحمد وانت بتقول كلنا كنا بنقول بدايته في موسم 17-18 لا دي يعني طفرة كده ولكن الاستمرارية على هذه القمة من البريميال ليج من ألقاب وأحمد قال لي لسه رقم برضو أغششه لحضراتكم 59 لقب فردي لمحمد صلاح نقص له لقب واحد ويعنده 60 لقب فردي تخيل هذا العدد من الأرقام وهذه الأرقام القياسية وما بتكلمش على الدوري الهولندي ولا الدوري الأسباني ولا الدوري البلجيكي بتكلم على البريميال ليج محمد صلاح مشرفنا محمد صلاح رافع راسنا والسؤال اللي دايما بنسأل فيه إزاي نستفيد من محمد صلاح كمان فنيا داخل الملعب النقطة اللي انت تكلمت فيها يحمد احنا كمان لازم يكون عندنا استراتيجي لازم نستفيد من قدرات محمد صلاح الفنية علشان يعني علشان كمان يزهر إمكانياته اللي بنشوفها في ليفر بول يزهرها مع المنتخب المصري ده شغل لعيبة وشغل وشغل فني كبير جدا لازم يحصل الفترة اللي جاية أنا باتفق معاك طبعا يا كابتن فيه تقرير كان نشر وموقع ليفر بول إكو ويتكتكالي بيتكلم بس مش فاكر مين الكاتب بس عشان ما خانتني الزاكرة يعني بيتكلم انه كل اللي بيحصل في ليفر بول من ميركاتو سنويا وكل تجديدات العقود يعني كانت جملة مستخدمة في التقرير وكل العقود المبرمة وكل الصفقات اللي بتجرى وكل شيء بينفق في النادي هدفه الأخير ووضع صلاح أمام المرمة يعني هدفه في الأخير ووضع صلاح أمام المرمة هو هدف فعلا اللي احنا بنشوفه في ليفر بول حاليا كان التقرير نفسه بيسلط الضوء على انه محمد صلاح كان بيتلقى تمريرات من واحد اتنين ثلاثة دلوقتي اضيف ليهم تياجو ألكنتارة اضيف ليهم لويس دياز فمحمد صلاح بيتلقى تمريرات أعمق كان بيتكلم على سر الطفرة التهديفية لمحمد صلاح في الدور الأول من الدورة الإنجليز السنة اللي فاتت وكان بدأ يمشي في معدل تهديفي أكتر من موسم 2017-2018 لولا الانتكاسة اللي حصلت مع المنتخب وحالته النفسية فعلا سائت لدرجة كبيرة واخفاق ورا اخفاق في النهائيات برضو نال من مستوى مع أنه مثلا في نهاية دورة أبطالي أوروبا محمد صلاح عمل كل شيء في كرة القدر واستضم بتيبو كورتوا واستضم بعدم توفيق رهيب لازم ليفربول في المتش ده لولا كده كان محمد صلاح كمان أضف للجواز ديات لقب دورة أبطال أوروبا لولا كده كان محمد صلاح دعم حظوظه بشكل أكتر في الكرة الزهبية وإن كانت حظوظه لا تزال قائمة لأن الكرة الزهبية السنة دي بتمنح على الأداء الفردي مش على الألقاب هو دلوقتي محطوط في سطر واحد مع كريم بن زيمة مع ساد يوماني ومحمد صلاح بدون أدنى شك وواحد من أفضل ثلاث لعبة في العالم ما ينفعش نستثني منهم محمد صلاح أي شيء بيتكلم على تجديدات العقود أي شيء بيتكلم على كده لا لازم نبص القيمة اللعب اللي بيفوض على تجديد عقده ما أنهو محمد صلاح حاليا في العالم محمد صلاح في العالم حاليا ما بينظرش إليه من المصريين بس كده ما بينظرش إليه من العرب بينظر إليه من العالم كله إن واحد من أفضل ثلاث أو خمس لعبين في العالم أنا باتفع معك تماما محمد صلاح بيثبت أنه من أفضل ثلاث لعبين على مستوى العالم وجائزة جديدة تضاف لتاريخ محمد صلاح وتاريخ مصر محمد صلاح دايما مرتبط محمد صلاح المصري محمد صلاح ابن مصر بيحقق إنجاز جديد بيحصوله للمرة التانية في تاريخه على جائزة أفضل لعب على مستوى البريمير ليك طيب كنا بنتكلم على إيطاليا وبنتكلم على المشروع الإيطالي اللي جاي معنا مورو إسبازيتو ده طبعا لاعب كبير في روما عايزين أولا بنرحب بك على شاشة قناة النادي الآلي طبعا لاعب روما ولاعب جنوى ولاعب على مستوى كبير جدا جدا الأول مورو بنقولك كل سنة وانت طيب 43 سنة وعام سعيد عليك شكرا ومساء الخير شكرا لكم على توقيع الدعوة لماورو إسبازتو وفخور بزور على قناة النادي الآلي وان يتم دعوتي على شاشة قناة النادي الآلي الأعظم في أفريقيا والوطن العربي الأعلي معروف أيضا في إيطاليا ومعروف في أوروبا النادي الذي يفوز ده إيمال بالبطولات الكبيرة في أفريقيا وأستهل هذه الدقائق وأوجه تهانئة لمحمد صلاح على فوزو مونزيقاليل بالجهزة أفضل لاعب في الدور الإنجليزي لأن صلاح صنع طريق كبير لمصر والمصريين عندما كان في روما وفيرونتينا وها هو يصنعه أيضا في ليفربول طبعا أكيد كنت متابع الحفل لتوزيع الجوائز هل كانت بالنسبة لك شيء متوقع حصول محمد صلاح على هذه الجائزة بعد موسم طويل لرغم عدم الفوز بالبريميال ليج وكمان الخسارة أمام ريال مدريد في دور الأبطال هل كنت متوقع فوز محمد صلاح بهذه الجائزة؟ بالنسبة لي نعم لأن هذه الجوائز الفردية بالنسبة للدور الإنجليزي لا ستطلع علاقة بكل ما حدث في فاينال شامبيونس ديج لأن صلاح أظهر مستوى رائع أداء عظيم من لعب مصري أفريكي كل يوم يقدم الجديد ويقدم أشياء عظيمة في كرة القدم وأنا متأسف لخسارة صلاح في فاينال شامبيونس ديج أمام ريال مدريد ولكن على صلاح علا يأس أبدا ويواصل تقدمه نحو المجل مورو قبل ما خش معك في الحديث عن الكرة الإتالية لفت نظري التابلول الرائع اللي ورأت بالتشيرتات وأساطير وكمان اسمك موجود طبعا من ضمن وزير الأساطير إحكينا يعني التشيرتات دي محتفظ بيها وذكرياتك معها إيه ما ده حدث عن ذكريات عظيمة وكبيرة بالنسبة لي تشيرت مارادونا يبقى الأعظم بين هؤلاء التشيرتات لأن مارادونا هو من قامة بإعطاء التشيرت شخصيا عندما كنت في ناشئي نابولي عندما بدأت في نابولي ثم بيسكارا مارادونا مارادونا كما بيداء هذا التشيرت وبالنسبة لي تعتبر أعظم ذكر هو تشيرت مارادونا ثم لعبت عامين رائعين مع جيان فرانكو تزولا والجميع يعرف من هو تزولا قضيت معه سنتين في كالياري ثم تشيرت فرانشيسكو توتي زميل وآخر لعبت معه كثير من الأعوان في ماجيكا روما وادل بييرو معروف للجميع قمت بالسبدال تشيرتات إذا تحدثنا عن هذه لقية تشيرتات ذكريات عظيمة وكبيرة أنا فخور في هذه المسيرة الرائعة بالنسبة لذكرياتك بتتكلم على ذكريات فعايز أعرف منك 9 أكتوبر 2004 ماذا يمثل لك هذا التاريخ سؤال سؤال جيد من يستطيع أن ينسى هذا التاريخ هذا التاريخ هو اليوم الأول عندما تم استدعائي للمنتخب الإيطالي كنت على أهبة الاستعداد وكان أسعد خبر في حياتي عندما تمثل منتخب بلادك كان هذا خبر عظيم بالنسبة لي أنا لا أستطيع أن أنسى هذا التاريخ أبدا لأن كنت على بعد شهور من تمثيل إيطاليا في كأس العالم في 2006 ولكن حدث ما حدث طيب هنيجي كمان لكأس العالم 2006 ونعرف برضو أسباب استبعادك رغم استدعائك في هذه البطولة لكن ما توجهتش أو ما استدعتش بشكل رسمي خلينا نتكلم على القرى الإيطالية ورأيك في منشيني طبعا روبرتو منشيني ورغم طبعا الخسارة لتأهل لكأس العالم القادم للمرة التانية على التولي ولكن يبقى منشيني على رأس القائمة الفنية لمنتخب الإيطالي وهل هناك مشروع من منشيني لزهور منتخب إيطاليا بعناصر شابة في الفترة القادمة بالنسبة لي وبالنسبة لروبرتو منشيني عندما أتحدث عن ميستر روبرتو أنا أشعر بالفخر لأنه كان لعب جيد ومدرب رائع وكما بصنع المجد مع منتخب إيطاليا بفوز ببطولة اليورو لأن لا أحد كان ينتظر أن تفوز إيطاليا مع منشيني ببطولة اليورو لكن تاريخ إيطاليا مع روبرتو منشيني تاريخ عظيم لكن عدم تآهل إيطاليا للمونديال كانت حصرة وكانت خيبة أمل لمنشيني وشباب إيطاليا الذين كانوا ينتظرون تمثيل إيطاليا في كأس العالم بكتر لكن حدث ما حدث يجب أن نتحدث عن المستقبل لأن الحديث عن الماضي لن يفيد بشيء ويجب أن نكون مهتمين أيضا بفريق الشباب ولهذا أتمنى أن تكون إيطاليا رائعة معه في اليوم القادمة أكيد أنت كمان عندك خبرات على مستوى الدوري الإيطالي والقرى الإيطالية اللي ناس كتير بتشوف أنها بتمر بأزمة كبيرة شايف من خلال رؤيتك إيه الأزمة في القرى الإيطالية هل قلة المواهب الكثيرة بالمقارنة بطبعا الجيل قبل الماضي والجيل الماضي هل هناك خطة على مستوى الاتحاد الإيطالي للارتقاء بالمنتخب الإيطالي لفترة اللي جاية أنت شايف أين الأزمة في القرى الإيطالية للأسف من الصعب الحديث عن سبب معين الأسباب كثيرة في القرى الإيطالية هو نقص كبير في قطاع الناشئين الإيطالي وقطاع الشباب لأن الشباب والناشئين يتم لا أريد أن يكون هروب الناشئين ولكن الجميع يفضل أن يخرج خارج إيطاليا ولهذا بالأسف هناك مشاكل في قطاع الناشئين وأي دولة هناك نقص في قطاع الناشئين سوف تعاني على المستوى المنتخب الكبير قبل ما تسيبنا مورو وحابب أعرف هناك لقاء مهم جدا ما بين المنتخب الإيطالي ومنتخب إنجلترا في دور الأمم الأوروبية توقعتك لهذا اللقاء كما ذكرت في أول الأمر المنتخب لعب مباراة عظيمة أمام المجر وكما ذكرت أيضا يجب أن نعود ويجب أن ننطلق وتكون نقطة الانطلاق دور الأمم الأوروبية لكي نثبت للجميع أن عدم تاهلنا لكأس العالم كان مفاجأة ليس أكثر وأن نستحقينا التتويق بلقب اليورو لكن مباراة إنجلترا ستكون صعبة جدا على المنتخب الإيطالي لأن إنجلترا لديها نقطة واحدة في المجموعة وهي تريد أن تفوز ولكن نحن نؤمن بحظوظنا ونؤمن بحظوظ المنتخب أننا أبطال العالم وسنعود كما كنا أبطال العالم في 2006 طبعا كل الشكر للمعورو طبعا من اللعبة المميزة لعب على مستوى منتخب الإيطالي كان قريب جدا يمثل المنتخب الإيطالي في 2006 حضراتك عارفين منتخب إيطالي حصل على كاس العالم 2006 وكان قريب جدا من الاندهام لهذا المنتخب وكمان على مستوى روما على مستوى كالياري على مستوى جنوة كان لعب مميز جدا ويتكلم عن خطة الاتحاد الإيطالي في الكرة الإيطالية الموسم اللي جاي ويتكلم طبعا على منشيني بكل احترام وكان بالنسبة له أكيد مفاجأة عدم الوصول لكاس العالم لكن دايما النظرة الأدام دايما يبصوا الأدام في عملية الإصلاح والإدارة الفنية أو مجلس الاتحاد الإيطالي قرر أن منشيني ماشي على الطريق الصحيح وهو ده اللي قاله إسبوزيتو في نقطة أن إيطاليا اعتبر الدورة الأم الأوروبية نقطة الانطلاق الجديدة صحيح وده ده 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 حد مهتم أو ده منظومة مهتمة أنه الكرة الإيطالية تتبني على أساس سليم حتى لو تعرضوا الإخفاق لاحق وحتى لو راحل روبرتو منشيني فأنت أرسد عائم مشروع قعد أربع أو خمس سنين مش هتحتاج المدرب الجديد أنه يبدأ من الصفر هيلاقي جيل متأسس ده يعني منظومة نشيئين بص عليها مدرب بحجم روبرتو منشيني قابلي وعرف يوصل لتقييم واضح وعرف يوصل لخمات واضح يعني منشيني بيعمل حاجة دي ده أنه بيجيب إيطاليين من خارج إيطاليا مش بس محترفين كبار لا بيجيب نشيئين صغيرين في دوريات مغمورة ده أفكار جديدة بيترحى مدير فني ده هيفيد المدير الفني اللي جاي حتى لو ما اعتمدش عليه حتى لو ما بناش عليه أنا أفدني بفكرة نجحت فشلت الفكرة دي اتطرحت قابلي وبقى فيه معيار تجريبي تطبيق اليد دلوقتي أي حد في منتخب مصر على سبيل المسال عشان نرجع تالي النقطة المحلية هيستفيد من بعض الخمات اللي ظهر الأهل استفاد من بروازة محمد عبد المنعم على سبيل المسال وده نقطة حسبت لكارلوس كيروش ما كناش هنعرف ده غير لو كارلوس كيروش قرر أن ندفع محمد عبد المنعم في أكتر من مركز فعرفنا أنه في البقرة مش زي قلب الدفاع فعرفنا أنه قلب الدفاع عالي جدا وعنده إمكانيات عالية جدا وأكتر من تجربة عمر كوان عبد الواحد اكتشف نفسه في مركز تاني دلوقتي بقى بيتحرك كالجوكر في مركز تاني كابتن عام جليل استفاد من ده أين كان تقيمنا للموضوع بس فكرة أنه يبقى فيه مدرب أخد وقت شغل بيضمن للمدرب اللي بعده وكمان حتى لو أقلته أنه ما بيبدأش على أرض محروقة أحمد بنشكرك شكرا جزيلا دايما الوقت بيعدي معك بسرعة نستمتع بقراءك شكرا جزيلا لحضرتك لسه مع حضراتك في المحترف ولقاء خاص مع محمد الباز بعد الفاصل أهلا بحضراتك وفي آخر فقراتنا النهاردة في المحترف فقرة الخميس مع المتميز وخبير الكرة العالمية ومحل الكرة الأوروبية نجمنا محمد الباز محمد مساء الخير عليك مساء الخير نور حضرتك طبعا أكيد أتكلم على محمد صلاح وأنتكلم على الجائزة الكبيرة اللي فاز بيها النهاردة كأفضل لعب في البريميال ليج لكن خليني أكلمك على يعني دوري الأمم الأوروبية بطولة قوية جدا بتقام مباريات على أعلى مستوى ودايما أنت بتطلع لنا حاجات برى الصندوق إيه أهم مميزات اللي أنت شفتها على المستوى التكتيكي والمستوى الفني في البطولة يعني إحنا دلوقتي في الجولة الثالثة اللي شفتوا أفضل شيء فيه على المستوى التكتيكي والفني في هذه البطولة صحيح بطولة طبعا مهمة جدا بطولة أصبحت نارية وشارسة جدا منافسة قوية جدا فيها أبرزهم طبعا مجموعتين ناريتين نحن نتكلم عليهم أبرز شيء تكتيكي شفناه هو التحركات من غير كرة الموفمنت أوف بول هو الشيء اللافت لانتباه بيورينا إزاي الناس بتعملوا بالإدراك الوعي للتحركات يعني مش تحرك أجري وخلاص لا فيه زكاء فيه تحرك مع الكرة ومع تحركات المدافعين سواء مدافعين الخصم أو حتى المهاجمين اللي بيزيدوا مع المهاجم اللي بتحرك أو الأجنحة اللي بتحرك من غير كرة نحن برضو يا محمد دايما في الكرة ما سريع بيقولك التحرك من غير كرة تحرك من غير كرة كان عندنا أزمة ويمكن ده بيجي من يعني قطعات النشقين التحرك من غير كرة لكن انت كمان بتقول على مستوى التحرك من غير كرة بشكل بشكل مدروس لأن ده لازم يكون معروف بشكل مدروس انك ازاي بعيد عن الخصم ازاي قريب من نقطة استلام الكرة فاشرح لنا ده اتحقق ازاي من خلال دور الأمم الأوروبية اتحقق معنا فيه أبرز مجموعتين المجموعة النارية طبعا اللي فيها ألمانيا وإنجلترا وإيطاليا ومعهم المجر والمجموعة التانية اللي فيها هولندا وبولندا وطبعا بلجيكا هنتكلم النهاردة نبدأ بالمجموعة الأولى بهدف ألمانيا في إنجلترا كانت تحرقات واضحة جدا بداياتها كانت من كيميش في الهدف بتاع ألمانيا في إنجلترا كيميش طبعا نزله هنا كاي هاورتز كاي هاورتز كابتن هاني رقم 7 ده طبعا نحن عارفين هو رأس الحربة أو الجناح أو سوريا المهاجم الصريح لمنتخب ألمانيا كاي هاورتز تحرك ونزل علشان يفتح تمرير زاوية تمرير لكيميش كيميش طبعا لعيب ارتكاز هنتكلم عنين نهاردة صحيح قبل برضو ما تكمل كلامك اللقطة اللي احنا شايفينها دي استلام رأس الحربة دايما نتكلم ما بين الخطوط ما بين الخطوط يعني ما بين خط الدفاع اللي هو دوت وما بين خط النص اللي هو ده فبيستلم في المساحة اللي ما بين الخطوط صحيح التحركات في الهاف سبيسيس أو ما بين الخطوط دي مهم جدا دي شفناه في الهدف الأول لمنتخب ألمانيا كيميش هنا لأيب الكرة لكاي هاورتس يعني احنا هنكمل ونشوف كيميش راح فين تحرك فين هاورتس راح فين بعد كده شفنا طبعا هوفمان هوفمان هنقف هنا ده هوفمان كابتن هاني هوفمان ده أصلا بلعب جناح صحيح بلعب أصلا باك يمين وبيزيد كجناح وجود هوفمان وتحركاته هو يدخل في العمق بالشكل دوت عشان يكسب مساحة ليه يفتح مساحة ليه زميله دي الحركة التكتيكية اللي شفناه النهار مع منتخب ألمانيا في دور الأمم بشكل رائع جدا كيميش باس كورا لكاي هاورتس بعد كده كاي هاورتس بدأ ان هو يتحرك نزل هوفمان بالشكل اللي احنا شايفينه طبعا مع التحركات اللي احنا شايفينها موفيمي أوف بول زي ما شفنا مولر تحرك خش في العمق شفنا كاي هاورتس خرج وخد اتنين معاه طبعا فتح الزوايا التمرير ليه صحيح هوفمان هوفمان استلم الكورة وبدأ ان هو طبعا عادل ويشه طبعا ويه احنا برضو عشان نفاهم السادة المشاهدين الحاجات دي ده تقريبا جزء من الثانية صحيح نتكلم كل التحركات ده في جزء من الثانية ان هوفمان هو اللي احرز الهدف طبعا هو سد التزديدة قوية جدا جدا طبعا ويه احرز الهدف الاول لمنتخب الماني وده بيقول لنا ان التحركات مش بس تحركات يعني عشوائية لا التحركات مدروسة يعني شفنا الباك اليمين او الجناح اللي هو هوفمان وجوده كان فين في العمق شفنا كاي هاورتس المفروض يكون هو متواجد في العمق هو اللي نزل هو استلم وفتح زاوية تمرير اللي كيمتش اللي هو الارتكاز شفنا الدينماكية اللي بتحصل ما بين كل الخطوط البوزيشنز دلوقتي ما بقيتش ثابتة دلوقتي ما بقيتش تمركزية فيه لا مركزية بشكل كبير جدا في التحركات من غير كورة ده الهدف الاول لمنتخب المانيا هنبص طبعا على الهدف العالمي اللي ليفا ليفندوسكي مع بولندا وهنجيب الهدف من اوله نشوف التحركات بدأت من هنا من رمية تماس بدأ التحرك احنا عايزين نبص على ليفندوسكي فين ليفندوسكي هنا مع خط الدفاع وقافل بشكل كويس جدا عايزين نشوفها كابتن هاني الخصم هنا شوف دفاع ظالسكي طبعا هو اللي معاه كورة اه طبعا زالسكي رقم 20 ده معاه الكورة هو اللي كمل ودخل على بخط طبعا عرضي علشان يباص الكورة اللي اقرب زميله هنا على خط الثمنتاشر احنا كل ما يهمنا هنا كابتن هاني هو ليفندوسكي يعنينا عبندوسكي وتحركات الصورة اللي فاتت كان تقريبا على على الحرف لكن دلوقتي دخل في العمق الى حد كبير احنا كمان لو رجعنا بصين للصورة هنرجع نبص عليها كنا شوفنا المدافع كابتن هاني في ظهره يعني لازي فيه ما سابوش اللي حصل في الفيم 2 second هو ازاي ليفندوسكي بالادراك الوعي لحركات وخطوات بطيئة وهدية جدا بتتماشى مع سرعة الكرة وسرعة زميل اللي ماشي معاه على نفس الخط على نفس اللاين يعني احنا شوفنا الكرة هنا كابتن هاني بص درب الوفصايد شايف اخر واحد فين بتحرك بهدوء يعني بعد ما كان بعد ما كان يعني خلينا المدافع في ظهره جزء من الثانية جزء من الثانية مع تحرك بسيط صحيح مع ادراكه لخط التسلل فين بدأ يخلق دي الصورة بنتكلم بقى قصده ممسوك من السردباك ممسوك معندوش يعني الرجل عنده مشكلة الصورة التانية اللي بعدها ازاي تخلص ودخل للعمق شايف خط الوفصايد وفي نفس الوقت في ظهر المدافع بالضبط التحرك ليس عشوائي تحرك مدروس بكل ثانية في امتو سكند حصل كل الكلام ده واتضرب طبعا المدافع خلاص خد خطوات يعني احنا يعني ما حدش توقع ان الوفندوسك او الوفندوسك هو اللي حيجي له الكرة لا هو اللي فتح المساحات زوية التمرير بقت واضحة جدا هنكمل مع بعض طبعا وقفين على خط واحد الارتكاز يعني فيه مساحة كبيرة جدا ايضا فيه ثلاث او اربع لعبين افلين زوية التمرير على الوفندوسك وده يعني شيء مهم جدا هنشوف ازاي هو هرب منهم بتحركاته الكرة لعبة كروسباس خفيف صغير كده كابتناني جوا استلم بشكل اكثر من رائع ان هو قدر ان هو يوقف الكرة بالشكل يعني احنا الصورة اللي قبلها يعني كان واضح جدا لنا ان ما اعتقدش ان هنوصل لهذا المشهد صحيح من المساحة الفاضية الواسعة دي ان هو يقدر يستلم لفندوسك بالشكل دوت ويوقف الكرة بشكل رائع جدا مرونة في جسمه وتحركاته استلام نصف كولي مهم لكن دايما النقطة اللي انت بتتكلم عليها رغم انه لو المنتخب البلجيك واضح يعني الموقف تقريبا سبعة على اربعة صحيح سبعة مدافعين لمنتخب بلجيك على اربعة من منتخب بولندا ولكن التحركات الوعية السليمة والتايمينج هو اللي ممكن يخلق يعني يخلق جون من لا شيء من انصاف فرص من لا شيء فالا هذه بتتكلم على واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة لعيبة ضد تقريبا اربعة لعيبة من بولندا انك تخلق فرصة للتهديف امام منتخب كبير زي منتخب البلجيك بلجيك طبعا بهذه السلاسة وهذه الممكانية ده شيء رائع عندهم مدافعين صلب جدا معروف متعارف على المنتخب البلجيك يعني هو ده اللي احنا منتكلم عليه لافت للانتباه التحركات وازاي اخلق المساحات الهدف الثالث سريعا كان هدف طبعا دي بروين بالجيك ده هدف رائع جدا هدف بيورينا التحرك والادراك للتحرك يعني هنا هنبدأ الكرة الهجمة بدأت يعني تقريبا من بعد نص الملعب خطوات بسيطة جدا اللي معنا في الصورة هنا اللي عزيزي نركز عليه هو دي بروين دي بروين كابتن هاني فين يعني هو فيه يعني محدش يقدر يتوقع ان دي بروين هيروح فين في المشهد اللي احنا هنبص عليه في اللقطة اللي عليه السيركل الكبيرة دية بالزبط هنا هاور هازارد هازارد طبعا نزل استلم الكرة وحنشوف بقى وإحنا بنتحرك دي بروين بيعمل ايه يعني احنا عايزين نشوف تحركات دي بروين هنا كابتن هاني بوس دي بروين بيفتح السبرينت هو كان فين احنا عايزين نشوف في المشهد الاولاني بيفتح السبرينت وعينه رايحة على المكان الفاضي فيه المساح عشان يقدر يساعد زميله هازارد هو طبعا اه طبعا انت بيدرب تقريبا 30 متر او 25 متر سبرينت عشان حتى يخلق مساحة لهازارد او لو عنده هو مساحة يقدر يستغل فيها وبسرعته ان هو ثبت الثلاث مندفعين او طبعا نص الملعب لمنتخب طبعا بولندا وبدأ ان هو يفتح المساحة ويساعد طبعا هازارد فيه الهدف شايف سكريننج بشكل كبير جدا ازاي تاخد المساحة ازاي تفتح زوايا للتمرير وتحرقات واعية وليست تحرقات عشوائية وخلاص شفنا رابعا الهدف تلعبت التحرقات والتحرقات كابتن هاني فيها شوية زي ما قلنات كلمة على كارين بن زيمة الفنت اللي بيعملوه بجسمهم والتحرق ولغة الجسد حتى في الكرة موجودة طبعا لغة الجسد ازاي يخدع المدافعين بتحرقات وانه يقدر انه خد المساحة خد مساحة وهازرد ظهر بشكل اكتر من رائع مع المنتخب البلجيكي من تاني بنتكلم هي شكلها كونتر اتاك لكن من لاشي قدر تحرك دي بروين واستلام هازرد لكرة وخلق مساحة ما بين الخطوط للمنتخب البولندي انه الناس شايفة ان الهدف سهل لكن ليه تحرقات وليه تاكتيك مختلف خالص يمكن علي بنشوفه في الكرة المصرية صحيح يعني كان عندنا اتنين تاكتيك مشهورين جدا او يعني ظهروا بشكل رائع جدا في الدوريات الاوروبية الكبرى لهذا الموسم وايضا في دوري الامم الاوروبية زي ما كلمنا على الترانزيشن كابتن هاني وازاي الضغط بولد اخطاء من الخصم وزعم الترانزيشن بشكل سريع جدا شفناه في الدوريات الكبرى انا كنت لسه اسألك واقولك طبعا محمد صلاح بيشرفنا وبيحصل على جازة افضل لاعب في البريميليليجي السنادي كمان كيميش على مستوى البوندزليجا افضل لاعب في البوندزليجا اللي بيميز كيميش خلاه يتفوج على ليفن ليفنديبوسكي مثلا هو هدف الدوري الالماني واحسن لاعب في الدوري الالماني لكن الناس راحت والنقاط واللعوين راحوا لكيميش كيميش لا في البدام اليوم مبروك محمد صلاح دائما مشرفنا احنا كيميش اكتر ما يميز كيميش دائما underrated كيميش بيلعب كارتكاز او مصنف كارتكاز ولكن في الحقيقة هو لعب عنده كل الشمولية في كرة القدم لعب يقدر كابتنان يساعد في بناء الكرة في البلد اوب يساعد في تدوير الكرة يساعد من الخلف للامام في نقل الكرة لعب يعمل شمولي متكامل يعني هو ده المثال اللي احنا عايزين نتكلم عليه ازاي تلعب خط وسط كستة او حتى كتمانية وازاي ان انت تقدر تعمل كل اللي بيعمله كيميش وده ساعد كيميش طبعا عنده ثلاث اهداف و11 أسست هذا الموسم بـ 80 كي باصس تمريرات مفتاحية 80 يعني ده معدل ثلاثة في كل المباراة ثلاثة تمريرات مفتاحية بيودي لعيب على المرمى عندنا مشكلة في الكرة المصرية عملية الرابط اللي انت بتتكلم عليه او الكيميش بيقوم عليها انك الرابط ما بين خط الظهر وخط الهجوم دايما عندنا مشكلة ومش لازم يكون البلاي ميكور انت بتتكلم على كيميش مش بلاي ميكور في مولر ممكن يعمل الشغلانة ديت لكن في جندجان لكن كيميش اللي هو ستة يقدر يربط ويعمل اكتر من ستين كرة مفتاح او كي باص للمهاجمين فده شيء اكتر من رائع اكتر شيء من رائع وعمل 11 أسست لهذا الموسم يعني 11 أسست بتلت أهداف و11 أسست 80 تمريرا مفتاحية يعني 3.1 بمعدل برجيم بالمباراة عايزين نبص على كيميش بيعمل ايه تاكتيكيا كيميش يا كابتن هاني في المثال يعني اخذنا يعني 15 مثال شفناهم لكيميش هذا الموسم شبه بعض بشك كبير جدا اقصر ما يميز كيميش هو يعني مثلا المثال ده كابتن هاني الكرة جايله طبعا من المدافعين هنا ايه اللي حصل يعني احنا بص وشه كان للمدافعين ها طبعا هو ده كيميش يعني ده كيميش ايه بزرع ده كيميش ايه اللي حصل كابتن هاني كيميش تبص كرة غير ده لغة الجسد اللي نتكلم عليه غير جسده مع سكانينج بشكل سريع جدا للملعب كله ده بوان باص ما وقفش الكرة كيميش اكثر ما يميز ان هما بيوقفش الكرة الكرة بتجيله محضر نفسه محضر نفسه كويس شايف في فمتو ساكن بقدر انهو يكتف ملعب ورمج كرة على طول طبعا ده كان جمال موزيالة وخد الكرة موزيالة برضو العيب مميز جدا بالزبط طب ده شكل تاني برضو كيميش هنا معانا في نص الملعب بيبدأ في ده كيميش تاني بيساعد طبعا في عملية التحضير يصل الكرة بشكل بشكل ممتاز يعني من وراء الخطوط يعني بيشبه في بعض الاوقات ولكن ده لعب ستة زي ما نتكلم انهو يقدر يعمل كل ما يعني التمريرات المفتاحية بالشكل دوت عندنا امثلة كتيرة جدا لكيميش هنقدر نبص عليها بورينا عظمة كيميش وليه هو التاخد يعني كمان كمان على مستوى على مستوى ان رقم ستة يفوز بأفضل لعب في البوندزليجا ده كمان جديد ولكن يبقى كيميش لعيب مميز جدا جدا زي ما انت مميز كمان محمد في تحليلاتك يعني دايما بتمتعنا ونشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا لحضرتك الشكر واصل لحضراتك دي نهاية حلقتنا النهاردة الخميس ان شاء الله لقاء جديد يوم الاثنين ويوم جديد وحلقة جديدة من المحترف